اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خبر الرسول المؤيد بالمعجزة وهذا هو النوع الثاني من الخبر الصادق والخبر الصادق ومن أسباب العلم كما سبق المؤيد بالمعجزة ايه الثابت رسالته بالمعجزة هذا تفسير التأيد من أيده التأيد بمعنى الإثبات من أثبت الله سبحانه وتعالى أثبت رسالته بأي شيء بالمعجزة حيث أن الله سبحانه وتعالى أثبت رسالته فالرسالة ثابتة المؤيد أي الثابت رسالته بالمعجزة بالمعجزة ثم يشرح الشارح من هو الرسول والرسول والرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق للتبليغ الأحكامين وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبيين فإنه عم والرسول إنسان بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الخلق لتبليغ الرسالة لتبليغ الأحكام وقد يشترط فيه الكتاب فإذن أولا ذكر معنى الرسول ثم بعد ذلك أشار إلى قول مرجوع في معنى الرسول بقوله وقد يشترط فيه الكتاب هذا هو معنى الرسول ما هو الرسالة بيّند معناها فيما مضى الرسالة السفارة بين الله تعالى وبين عباده وكذلك الإرسال يكون معناه يعني قول الله سبحانه وتعالى آل عبده يعني الذي يرسله أرسلتك أو بعثتك وهكذا الله تعالى يقول له نعم هذا كما سبق في المقدمة ثم وكذلك سيأتي أيضا سيأتي فيما بعد أيضا البحث عن الرسول مفصله وأنه الثاني خبر الرسول المؤيد فإذا بيّن من هو الرسول والرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليل الأحكام هذا هو الراجح في تعريف الرسول ثم دلّ الكتاب والحديث والسنة على تغاير الرسول والنبي كلاهما متغايران هذا في قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ هذا من رسول ولا نبي يدل هذا على تغاير معنى الرسالة والنبوة على تغاير الرسول والنبي كذلك دلّ الحديث إلى على أن عدد الأنبياء عزيّد من عدد الرسل يعني هناما سوئل النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء قال مئة ألف وعربعة وعشرون ألفاً فسوئل كم الرسول وكم الرسول منهم أجاب بقوله ثلاثمئة وثلاثة عشر كما ثبت في روايتنا لهذا الحديث اختلاف الروايات التي تدل على اختلاف العداد على كل حال في الجملة يدل على تغاير الرسول والنبي كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في حق إسماعيل عليه السلام وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ثم لأجل ذلك هم ليس متحدين بل متغائرين ثم وقد يُشترط فيه الكتاب هذا قول مرجوح يعني بعض قال أن الرسول إنسان بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام وقد أنزل عليه الكتاب وهذا مشكل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكتب فعجاب يعني عدد الكتب أقل من عدد الأنبياء فإذاً هذا لا يفي به وقد أشار إليه الشارح أيضاً بقوله وقد اشترت فيه الكتاب أنه إلى ضعفه لما قال من أنه يُخالف ما ورد في العديد من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب عدد الرسل أكثر من عدد الكتب لما رويا أن أبي ذر رضي الله عنه أنه سوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله من كتاب فقال مئة واربعة كتب منها على آدم عشار صحف وعلى الشيس خمسون صحيفة وعلى أخنون وهو إدريس ثلاثون صحيفة وعلى إبراهيم عشار صحائف والطورات والإنجيل والزبور والفرقان هكذا مئة واربعة لكن الرسول كم؟ الرسول يعني ثلاث مئة وثلاثة عشرة فإذن هذا شرط الكتاب مشكل لكن أجاب عنه في الخيال إلا أن يكتفى بالكون معه ولا يشترط النزول عليه يكفي أن يكون معه كتاب وهذا كتاب لم ينزل عليه بل انزل على نبي آخر ها كذا يكفي وكذلك هذا جواب يعني هذا الإشكال لكن ما ذلك يعني إشكال آخر اسماعيل عليه السلام من الرسل وَلَا شَرَعَ جَدِيد لَهُ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ كِتَابُ النَّيْلَنْ اسماعيل عليه السلام كذلك يوسع عليه السلام حارون عليه السلام هذا أنبياء بنو إسرائيل كلهم له كتاب واحدة التوراة فقط غيره عيسى عليه السلام فإذن ننزل عليه هذا الإنجيل قبله التوراة من بينهم يعني كثير من الرسل وغير موسى عليه السلام فإذن بعض هكذا شرط الكتاب وبعض شرط الشرع الجديد وهذا إذن مشكل لذلك الراجع هذا يعني هما متغيران مع ذلك النبي وعم وهذا الرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق للتبليغ الأحكامي ثم بعده والمعجزة ما هي المعجزة؟ عمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى سيئتي المعجزة أيضا بحث طبيل فيما يأتي خارق العادة أنواع معجزة ومعجزة للنبياء كذلك الإرحاصات إرحاصات يعني خوارق عادة لا تقارن دعا بالرسالة هذا يقول لها إرحاصات وكذلك الكرامات للعولياء ثم الإهانة الإهانة لمن ادعى النبوة كاذبا هذا أمر خارق للعادة يظهر على يد المتنبي هذا يقال له إهانة سيئتي المثال كذلك المعونة أيضا المعونة أيضا أمر خارق للعادة يظهر على يد مسلم مومن وليس بولي هكذا يعني أنواع سيئتي التفصيل عن كل هذا في موضي آخر هذا ذكر الخيال هنا إشكال قيل عليه يدخل به سحر المتنبي وجيب بأنه تعالى لا يخلق الخارق في يد الكاذب بحكم العادة في دعوة الرسالة ولا نقل بالفرلية وأيضا إلهار شيء فرع وجوده والحق أن السحر ليس من الخوارق فإذا أمر خارق للعادة يدخل به السحر ثم بعد ذلك قوسد به إلهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى فإذا لو كان صادقا في دعوة فالله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر صدقه يؤيده يثبت رسالته لذلك يظهر في يده أمر خارقا أمر يعني يشمل الفعل فإذا يظهر في يد المتنبئ أمر خارق للعادة هم سموه إحانة هذا ليس لإظهار صدقه بل لإظهار كذبه لأجل ذلك يقع خلاف ما يقوله يقال عن مسيلمت الكذاب أنه أراد إظهار خارقا للعادة ودعا رجلا معنى في إحداء عينيه كان في إحداء عينيه لا فإذا هو أراد أن يشفيها بأمر خارق للعادة عندئذ فحتى هذا الرجل صحة العين الأخرى صار عينه مريضين مريضتين هكذا هذا إحانة أنه يقع على خلاف دعو المتنبئ ثم خيالي يقول والهق أن سهر ليس من الخوارق وإن اعتبق القوم عليه لأنه مما يترتب على أسباب كلما باشرها أحد يخلقه الله تعالى عقبها البتة فيكون من ترتيب الأمور على أسبابها كلسها لبعد شرب السقمونية لا ترى أن شفاء المريض بالدعاء خارق وبالعدوية التبية غير خارق يعني هذا السحر يترتب على أسباب كلما باشرها أحد مما يجيد هذه الأسباب يخلقه الله تعالى عقبها يعني خلقه هذا السحر هذا الأمر الخارق عقبه مباشرة هذه الأسباب البتة يعني غطعاً إذن هنا ترتيب الأمور على أسبابها هذا ليس من خوارق العادة بل من العادة هذا هو الفرق بين خارق العادة وكذلك العادة الفرق بين العادة وخارقها العادة يكون فيها ترتيب الأمور أو ترتب الأمور على أسبابها أما في خارق العادة لا ترتب الأمور على أسبابها بل يخلق الأسبابها هكذا ذكر الخيال هناك ثم الرد تباق القوم عليه وإن تباق القوم عليه آجاب عنه كستلي رحمه الله وقال أمر خارق للعادة كيف يكون خارقاً للعادة بأن يظهر آثر من أمر لم يعتد ظهور مذله عن مثله يعني لحظر آثر من أمر يعني آثر مسبب أمر سبب فإذاً من سبب أن يظهر مسبب لم يعتد ظهور مثله عن مثله يعني مثل هذا الأثر في العادة لا يظهر من ذلك الأمر كترتب اللرر شخص على عقد يعقدها صاحر خبيث في خيوط وينفس عليها ثم يذكر مثالاً لخارق العادة كترتب اللرر لرر شخص يترتب هذا اللرر على أي شيء يظهر هذا الأثر من أي أمر من عقد جمع عقدة يعقدها صاحر خبيث أين يعقدها في خيوط هذا يعقد يعني مثال يظهر السحر أو السحر لا يتوقف على هذه اللقدة يعني عند الساحرين هكذا أعمال مختلفة هذا واحد ساحر خبيث في خيوط وينفس عليها على اللقد فإن هذا الأثر وإن تخلف عن هذا اللملف إلا أكثره لكن ربما يترتب عليه إذا صدر عن بعض الأعمل ببعض الأمكينة في بعض الأزمنة على شرائط مخصوصاً فإذاً هذا أثر يتخلف عن هذا اللملك كثيراً هذا ساحر يعمل أعمال لإضرار شخصاً لكن لا يطلر بهذا كثيراً بل يتخلف كثيراً لكن ربما يترتب يعني قليلاً يترتب على هذا إذا صدر عن بعض الأعملات ببعض الأمكينة ببعض الأزمنة على شرائط مخصوصاً إما لمجرد إرادة الفاعل المخدر على ما هو قاعدة الملة أو لتهذير من نفسه الخبيثة مع الشرائط المعينة على ما هو قانون الفلسفة لو ذكرنا هنا قاعدة الملة الحنيفية يعني قاعدة الإسلام أو قانون الفلسفة أين كان ببعض الأهيان يترتب هذا الأثر يظهر هذا الأثر من أعمل السحرة كثيراً يتخلف ثم يقول فقول من قال السحر لترتبه على أسباب كلما باشره أحد يخلقه الله عقيبها ليس بخارق للعادة وإن تبقى القوم عليه فرية بلا مرية هو رد على الخيال رداً شنياً قال هذا أن يلحق مع القوم هم أطبقوا على أن السحر من الخوارق العادة ثم هو بيّن كيف يكون خارقاً للعادة يعني يكون السحر خارقاً للعادة حيثو أن هذا الأثر يتخلف كثيراً نسبابه ثم وهو آئي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب العلم الاستدلالية أي الحاسل بالاستدلال يعني علم الحاسل بالحواسي هو علم ضروري كما ذكرنا ثم وهنا الخبر المتواتر أيضاً موجب للعلم الضروري ثم هذا يفيد والللم استدلالية ثم السبب الثالث هو العقل وهو ما يثبت منه بالبديهة فهو ضروري وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي اكتسابي هكذا يأتي في بحث العقل السبب الثالث لللم إذن هناك شعره يبين الفرق بين الاكتسابي وبين الاستدلالي نعم هنا عبر بالاستدلالي ما معنى الاستدلالي استدلالي نسبة للاستدلال ما وجه هذه النسبة النسبة يعني الحصول لذلك قال الحاصل بالاستدلال ما معنى الاستدلال النظر في الدليل النظر هو معلوم معنى ترتيب أمور معلومة هذا هو النظر ليتوصل بها إلى أمور مجهولة ثم ما هو الدليل وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى العلم بمطلوب خبري مطلوب خبري خبري يعني ليس إنشاء يكون لهذا المطلوب خارج لو عافقه هذا العلم يكون عقا وإلا لا يكون عقا بل يكون باطل فإذن ينبغي أن يكون النظر صحيحا إذن الذي يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى العلم بمطلوب خبري ثم هو ذكر كلمة الذي خبرا لي هو وهو عم من قونه قولا أو غيره كما سألت ثم بقيلة ثم في تعريف الدليل إذن اختلاف وينقل الشعر هو قولا مرجوعا في تعريف الدليل وقيل قول مؤلف يعني الدليل قول مؤلف من قلايا يستلزم لذانته قولا آخر فإذن النتيجة إذن قولا ثم الدليل إذن قولا في مام الله الذي يمكن التوصله هذا تعبير الذي يفيد أنه عم من القول ثم النتيجة مطلوب خبريا المدلول مطلوب خبريا فعلى الأول الدليل على وجود الثانع هو العالم هنا يشرح الفرق بين التعريف الأول والثاني ببيان ما يصدق عليه هذا يعني التعريف يعني نعم فعلى الأول 的ليل على وجود الثانع هي العالم نفسه هكذا يعني عال ترتيبنا وَأَمَّا قَوْلُهُمْ ثُمَّا يَذْكُرُ تَعْرِيفًا ثَالِثًا لِلدَّلِيلِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الدَّلِيلُ هو الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْلِلْمِ بِهِ الْلِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرًا فَإِذَا هَذَا التَّعْرِيفُ مَذَا حَلُهُ فَبِالثَّانِي أَوْفَقُوا وَبِالثَّانِي أَوْفَقُوا أَنِي أَكْسَرُ مُوافَقَةً لِلتَّعْرِيفِ الثَّانِي لماذا أَوْفَقُوا لِلْثَّانِي إِذِ اللِّلْمُ بِالْمُقَدِّمَاتِ الْمُتَّرَتِّبَةِ يَسْتِلْزِمُ اللِّلْمَ بِالنَّتِيجَةِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ الدَّلِيلُ هو الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْلِلْمُ بِهِ اللِّلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَةِ اللِّلْمُ وَالْلِّلْمُ كِلَاهُمَا التَّصْدِيقَانِ إذن اللِّلْمُ بِالْمُقَدِّمَاتِ الْمُتَّرَتِّبَةِ مُرَتَّبَةِ مُرَتَّبَةِ مُقَدِّمَاتُ مُرَتَّبَةُ هنا اللَّعَلَمُ حَادِثٌ وَكُلُّ حَادِثٍ لهُ صَانِعٌ هذا مُقَدِّمَاتُ مُرَتَّبَة يستلزم الللم بالنتيجة من غير تكلف من هذه المقدمات يلزم الللم بأن للآلم محدثا صانعا ثم إن هذا التعريف لما كان تعريفا لفظيا لم يبالغ فيه بإراد القيود المميزة للدليل عن غيره تميزا داما ثم خياله قال لكن يمكن تطبيقه على اللول فإن الللم بالعالم من هيد حدوده يستلزم الللم بالصانع الللم بالعالم علم واحد عالما كيف علم؟ علم أنه حادث لو علم أنه حادث يلزم الللم بالصانع لكن الأوفق بالصانع لماذا؟ هذا يلزم من غير تكلف لكن هنا لو علم العالم من حيث حدوده يستلزم هذا قيد فإذا يعني هناك شيء من المشق ثم أما كونه موجبا للعلم يعني هنا ذكر المسنف بالمتن خبر الرسول يوجب الللم الاستدلائي اللي فيه أمراني أولا يوجب الللم ثم الللم الذي يفيده هو استدلالي أولا يذكر الشعر هو دليل إفادته هي الللمة إيجابي هي الللمة أما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من ظهره الله المعجزة على يده تصديقا له في دعو الرسالة كان صادقا فيما أتا به من الحكامين وإذا كان صادقا يقع لعلم بمضمونها قطعا لذلك خبر الرسول يفيد الللمة هذا الرسول مؤيد بالمعجزة لذلك أشار من ظهر الله المعجزة على يده تصديقا له يعني أيده وأثبت رسالته في دعو الرسالة كان صادقا فيما أتا به من الأحكام لماذا الرسول هو يستحيل عليه الكذب يجب عليه الصدق والأمانة وهذا واجب فإذا هو صادقا فيما أتا به من الله تعالى من الأحكام هذه الأخبار أخبار الرسول هي الأحكام التي يتي بها من الله تعالى من طريق الوحي منه إليه ثم إذا كان صادقا يقع لعلم بمضمونها قطعا بدون خلاف أما أنه استدلالي فهذا الإلم هل هو استدلالي أو ضروري هذا استدلالي بخلاف الإلم في المتواتر هناك علم ضروري ليس استدلالي أما أنه استدلالي فلتوقفه على الاستدلال هذا الللم يتوقف على الاستدلال ما هو الاستدلال هو تفسيره هذا واستحضار أنه خبر من ثابتت رسالته بالمعجزات هذا الخبر هو خبر من ثابتت رسالته بالمعجزات وَكُلُّ خَبَرٍ هَذَا شَنُهُ وَهُوَ صَادِقٌ وَمَلْمُونُهُ وَاقِعٌ فَخَبَرُهُ ثَابِتٌ وَمَلْمُونُهُ وَاقِعٌ هكذا ينبغي استدلال استحضار وإلا لا يفيد هذا الللم لأجل ذلك هذا الللم استدلالي ثم بعده لهذا الللم الاستدلالي خصوصية يعني الللم الحاسل بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية بين سائر الللم الاستدلالية فهذا الذي يبين فيما بعد بقوله والللم ثابت به الله الللم ثابت بالضرورة فِي الْتَيَقْنِ وَالْسَّبَاتِ شَنُهُ اللَّهَ نَقْرَهُوهِ مَا بَعْدِ وَآخِرَ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ